بجانب إطلاق العديد من الأجهزة والملحقات أعلنت جوجل بشكل رسمي عن الإصدار الثالث من هواتف بكسل خلال متبارها السنوي ونستعرض خلال هذا التقرير النسخة الأكبر من الهاتف XL مراجعة سريعة ونبدأ مع التصميم جاء الهاتف بإطار مصنوع من الألومنيوم وواجهة وخلفية من الزجاج من نوع Gorilla Glass 5 المقاوم للخدش والصدمات وبطول 158 مليمتر وعرض 76.7 وسمك 7.9 مليمتر ويبلغ وزن الهاتف 184 جرام واجهة الهاتف لا تضم أي أزرار ميكانيكية ويوجد قطع كبير في أعلى الشاشة مشابه للموجود في هواتف أبل إكس ويوجد بها الكاميرا الأمامية وبجانبها مسشعر الضوء ويوجد أعلى وأسفل الواجهة السماعات الخارجية والتي توفر صوت ستيريو وتشغل الشاشة معظم الواجهة على اليمين يوجد زرات تحكم في الصوت وزر الطاقة بلون مختلف وأعلى الهاتف منفذ لتركيب شريحة اتصال وأسفل الهاتف منفذ توصيل USB 3.1 من نوع C في خلف الهاتف توجد الكاميرا الخلفية على أعلى اليسار وبجانبها الفلاش وفي منتصف الخلفية يوجد مستشعر البصمة الذي بحسب جوجل هو أسرع مستشعر بصمة متواجد في أي هاتف ذكي واستغنت جوجل عن منفذ 3.5 مليمتر رغم صغريتها من أبل لقيامها بنفس الشيء خلال مؤتمر العام الماضي وحافظ الهاتف على معيارية IP68 لمقاومة الماء والغبار Pixel 3 XL يأتي بشاشة مقاس 6.3 إنش من نوع OLED بدقة Quad HD Plus وكثافة 532 بيكسل لكل إنش مع ميزة Always on Display بأبعاد 18.5 إلى 9 سيعمل Pixel 3 XL بنظام Android 9.0 مع وعد جوجل بتوفير التحديثات الدورية والتحديثات الأمنية وتحديثات النظام لمدة ثلاث سنوات كاملة معالج الهاتف يأتي من Qualcomm وهو سناب دراجون 845 ثماني نواة بتردد يصل إلى 2.5 جيجا هيرتز الرام ساعة 4 جيجا بايت مع ساعة تخزين داخلية بساعتين 64 أو 128 جيجا بايت بدون ساعة تخزين خارجية وتوفر جوجل مساحة تخزين سحبية لا نهائية للصور والفيديوهات الملتقطة بواسطة الهاتف الكاميرا الخلفية تأتي بنفس مواصفات هاتف جوجل Pixel 2 بدقة 12.2 ميجا بيكسل بتقنية Dual Pixel وبفتحة عدسة 1.8 مع تركيز تلقائي باستخدام الليزر ومثبت بصري ومثبت إلكتروني تستطيع التصوير حتى دقة 4K بسرعة 30 إطار في الثانية ودقة HD بسرعة 240 إطار في الثانية وفرت جوجل في كلتا الكاميرتين الخلفية والأمامية خاصية Portray Mode وأضافت جوجل خاصية Super Resume والتي تعود خاصية التقريب البصري في الهواتف الأخرى من خلال توفير زوم رقمي أفضل بفضل استخدام الذكاء الصناعي كما وفرت أيضا ميزة NightSight لتعزيز التقاط الصور في ظروف الإضاءة السيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي وسيتوفر بداية من الشهر القادم في جميع هواتف بيكسل أما الكاميرا الأمامية فتأتي مزدوجة بعدستين دقة كل واحدة منهما ثمانية ميجا بيكسل عدسة بزاوية رؤية واسعة تبلغ 97 درجة وفتحة بحجم 2.2 والأخرى بزاوية رؤية عادية لكن بفتحة كبيرة تبلغ 1.8 وتدعم التثبيت الرقمي للصور وأضافت جوجل ميزة إضافة شخصيات كرتونية أو شخصيات من أفلام الخيار العلمي في الفيديوهات من خلال تقنية الواقع المعزز ويمكن لكلا الكاميرتين التقاط مجموعة متتالية من الصور واختيار الأفضل بينهم تلقائيا من خلال استخدام الذكاء الصناعي البطارية بساعة 3430 ميلي أمبير وهي أصغر من ساعة بيكسل 2 XL غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع ويدعم الشحن اللاسلكي لأول مرة في هواتف جوجل بيكسل كما سيتوفر الهاتف بنسخة أصغر جوجل بيكسل 3 تحمل نفس المواصفات باستثناء الشاشة التي تأتي بمقاس 5.5 إنش ودقة فول اتش دي وبأبعاد 18 إلى 9 والبطارية التي تأتي بساعة 2915 ميلي أمبير وقد بدأ الطلب المسبق بالفعل على الهاتف بسعر 799 دولارا للنسخة الأصغر وبسعر 899 دولارا لنسخة XL وتتوفر بألوان الوردي والأسود والأبيض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر